عبد الوكيل ردت الفعل للشعب لكل شافع يعني أنه لن يزيدنا غباءكم وجبروتكم وأيضا طغيانكم إلا إصرارا على الثبات هذا شفناه في مواقع التواصل الاجتماعي وما لمسناه من المداخلات هنا على قناة المغاربية ماذا عن النخبة؟ ماذا عن الأحزاب التي كانت في السابق صمم معارضة؟ ماذا عن الكتاب؟ ماذا عن الصحفيين؟ ماذا عن القضاة الذين قالوا حررنا الحراك؟ ماذا عن الأطباء؟ ماذا عن النقبيين؟ ماذا عن المحامين الذين خرجوا أيضا في أوائل الحراك؟ وقالوا لقد حررنا الحراك أين؟ يعني شفناهم في بعض الولايات فقط وعلى رأسها أبجاية وتيزيوزو وربما وقع أبجاية وتيزيوزو سيكون ثقيلا على قلوب بعض المرضى أنا أعلم لكن الحقيقة هذه هي اللي خرجوا اليوم خرجوا في منطقة القبائل اللي هي جزء من الجزائر الوطن الحبيب فعلا وهي قلب نابض لكل الحركات المناهضة والاحتياجية في الجزائر سواء كانت للطلبة أو للنقبيين أو للسياسيين أو للمجتمع الأهلي فعلا منطقة القبائل يجب أن نحييها دون تمييز ودون تفضيل لمنطقة أخرى فيما تعلق بالنخب حتى لا نتهم الجميع ولكن الفعل والموقف تراجع كثيرا إن على مستوى الأحزاب السياسية اكتفت بعضها ببعض البيانات التنديدية دون فعل كما نفرض مثلا أن يجتمع على الأقل لو أسعى الأحزاب الرافضون في ندوة صحفية والذي يقول هذا الجايد وش احتاج عندنا وش حاسبها هكذا يا ابن عمي وش حاسبها هكذا يا ابن عمي تأتي تسجن في الناس ودخل في الناس الحبس ودخل في قواياه وتقول لهم دخلوهم وتجيب في تهم مناشير عليها 14 نطلعتها لبعض الملفات تكيين مناشير عليها 14 يعني الرجل يعني موجد ملفات من قبل أربعة أشهر الناس يسجنهم ويعملوا عليهم سلاح القضاء الذي صار آلة طيعة في يده متى شاء طبعا النخب لم تتكلم كثير منهم بالعكس أنا كتبت منشور قبل أربعة وخمسة أشهر قلت أخشى أنه قاد يوما إلى السجون تحت تسفيقي وزغاريد أنصار الجايد وأنصار العسكر هذا الذي يقع للأسف البعض الآن قد تكلم كثير من الصحابين تكلموا فيه تفكير لمعاودة رجوع إلى الشارع في أيام أنا أعلم أنه فيه تفكير على مستوى النقابات مثلا لتخصيص يوم الأحد ممكن للنقابات ويوم ثلاثة للطلبة ويوم الخميس الأطباء والقضاء سنجتهد في ذلك البعض اعتقد أن بمجرد رحيل بوتفليقة وإستقالاتها أن الحارق حقق ما يريد لكننا لا نريد بعد هذا باراستامول سياسي لا نريد مرهمات ومهديات ومسكينات سياسية نريد حلما خلاصا نهايا نريد أن تؤسس لحياة ديمقراطية فيها تدعون السلطة فيها لجلة فعلية لتنظيم الانتخابات لا لجنة عبثية تتم عن طريقة تعيين كنا نسعى ونرنو ونريد لندوطة وطنية جامعة لا لجنة وساطة لكاريم يونس شكلية تجتمع بيروناس في مكاتبين تمنصدر بيانات لجنة شكلية ولجنة مستقلة عبثية تمت عن طريقة تعيين والتزكية كما قالوا وبنفس الوجوه السابقة بنفس الحكومة السابقة بنفس بنصالح السابق بنفس بنفس السابقون الذين كانوا هم الذين يباركون ويزكون محاذر الفرز المزورة بنفس المصور المطعون في شرعيته يريد أن يؤسسه يريد أن يهمنا ويريد مننا أن نصدقه أنه فعلا صادق في المضي إلى انتقال ديمقراطي صادق هذا من عاشر المستحيلات لا يمكن أن نصدقه طبعا ندعو من هذا دون أن نحكم على الناس ندعو أن يعود الناس إلى ميادينهم وأن يعودوا إلى شوارعهم وأن يكفوا عن الوهم أن ما قد جار قد كفى ما قد جار لم يكفي كأننا لم ننطلق بل بالأكس نحن تراجعنا إلى الوراء نحن تراجعنا إلى أهد السجون وإلى أهد المعتقلات وإلى أهد الاختطافات وإلى عهود التغييب وإلى عهود التلفقات والكيد والخبط والمكر هذا يجب أن نتجاوزه بأن نصر على النزول غدا إلى الشارع في سلمية نريدها أن تكون سلاحا لنا نحن لسنا سلميين لأننا جبنا نحن نحن نمارس العنف لكننا نمارسه ولا ندعو إليه بل نحن حارسونا أكثر منه على جهازنا الحبيبة ونحن أحرص على الديمقراطية القادمة بإذن الله أكثر منه إن كانوا يتبجعوا بها